من العاصمة موسكو ينضم إلينا الباحث السياسي بسام البني سيد بسام مرحبا بك على شاشة الغد ما حقيقة هذه الاتهامات الأوكرانية لروسيا بأنها قصفت ميناء أودسا بعد توقيع اتفاق اسطنبول نعم تم استهداف ميناء أودسا واستهداف مخازن للأسلحة التي توردها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام وقد كانت الضربة ليست إلى الميناء وإنما إلى المخازن وإلى مناطق متاخمة للميناء نعم ولكن هذه الضربة هنا سيد بسام ألا تشكل خرقا للاتفاق الذي تم توقيعه بين أوكرانيا وروسيا وبحضور الأمم المتحدة وبرعاية تركيا بشأن تصدير الحبوب قطعا لا لا تشكل أي تهديد للاتفاقية الاتفاقية شيء وضرب المخازن الأسلحة شيء آخر روسيا لم توقع على عدم استهداف مخازن الأسلحة هذه نقطة النقطة الأخرى لم يلغي أحد كلام الرئيس بوتين أننا بشكل فعلي لم نبدأ بشكل جدي حتى الآن النقطة الثالثة لم يلغي أحد كلام الرئيس عفوا وزير الخارجية الروسي لفروف أن جغرافية المعارك تكبرت ولا أحد يلغي تصريحات روسية كاملة بأن العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها كانوا يتهمون روسيا بأنها تمانع بخراج الحبوب الأوكرانية وهي كانت دائما تؤكد أنها مستعدة لتأمين ممر آمن للسفن التجارية ولكن بشرط تفتيشها هذه الاتفاقية تمت بناء على كل الشروط الروسية بوساطة تركية مشكورة والأمم المتحدة هذا لا يعني أن الممر الآمن عدم قصف مخازن وأن وجدت حتى في الميناء نفسه طيب ولكن سيد بسام إذا كانت هذه الضربة لا تشكل خرقا للاتفاق كما تفضلت لماذا تقول كييف أن موسكو بهذه الضربة قد وجهت صفعة أو أن الرئيس بوتين بنفسه قد وجه صفعة إلى الأمم المتحدة وإلى تركيا وإلى الاتفاق يعني زيلانسكي يستطيع أن يتهم بوتين حتى بارتفاع درجة الحرارة ما عنده شغلة إلا أن يتهم بوتين بأنه مزنب بكل الأمور التي تجري الكوارث التي تجري في العالم حتى أنه يقلد الغرب في ذلك بات شيء مصير للسخرية بصراحة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لها أهداف واضحة وروسيا ماضية في تحقيق هذه الأهداف أما باقي التصريحات التي تأتي من هنا وهناك أن روسيا مزنبة وروسيا تستخدم الطاقة كسلاح وروسيا تستخدم الغذاء العالمي كسلاح روسيا لا تستخدم الغذاء العالمي كسلاح ولذلك هي أصرت في هذه الاتفاقية على اتفاقية مزدوجة بخروج الحبوب الأوكرانية من أوكرانيا عبر ممرات آمنة وأيضا رفع العقوبات عن كل الموضوع المتعلقة بموضوع تصدير الحبوب الروسية والأسمدة الخاصة بالغزاء هذه الزراعة، هذه الأسمدة يجب رفع كل التحفزات على السفن الناقلة وعلى شركات التأمين وعلى التحوالات المصرفية إلى آخره هذا يعني أن روسيا مهتمة بعدم حصول أزمة غزاء عالمية ومهتمة بتصدير الحبوب لنفسها ولأوكرانيا ولكن زيلنسكي يصيد سمك في الماء العكر لأنه يخسر يوما بعد يوم أضف إلى ذلك البارحة تم يحاول أوكرانيا استهداف محطة زبروجيا النووية بطائرات مسيرة من أجل إحراج روسيا أضف إلى ذلك أنهم يستهدفون الجسر الكبير الموجود على نهر الدبنة بروسك الذي يفرص الشرق عن الغرب وهذا يعني أنهم يتخوفون من تقدم روسي نحو الجهة الغربية من أوكرانيا يريدون فصل أوكرانيا الشرقية عن أوكرانيا الغربية هذه كل الاستفزازات تؤدي إلى استهداف القوات الروسية لأي مخازن للأسلحة الغربية التي تصل إلى أوكرانيا أينما وجدت وأينما كانت وفي هذه رسالة واضحة أنه إن وضعتها حتى في القصر الرئاسي سيتم ضربها ليس فقط في الموانئ نعم سيدة بسام السؤال الكبير في هذه المقابلة هذا الاتهام من جانب أوكرانيا إلى روسيا هل يمكن في نهاية المطاف أن يؤدي إلى انهيار الاتفاق الذي تم في تركيا؟ لا أعتقد أن الاتفاق سينهار أوكرانيا ستحاول إعاقة هذا الاتفاق لتؤمن الحبوب إلى مواطنيها لأنهم يريدون إخراج الحبوب الأوكرانية ويتركوا الشعب الأوكراني دون حبوب من أين سيأكل الشعب الأوكراني؟ هذه النقطة الأخرى أوكرانيا تريد أن تبتز روسيا بموضوع الغزاء العالمي لأن الشعوب الفقيرة في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية كلها تؤيد عملية روسية العسكرية وتريد أن أوكرانيا سحب هذا التأييد الشعبي والحكومي من الدول الغير الصديقة لروسيا والتي لا تنضم إلى العقوبات يريدون استخدام موضوع الغزاء كزريعة لإظهار روسيا بأنها تجوع العالم وروسيا أعلنت على الإسان رئيسها أنها لا الطاقة مستعدة لقطعها بل بالعكس قال الرئيس بوتين اطلبوا ما شئتم ونصنوا وزودكم إن كانت الآلية مسموحة زائد الغزاء بالنسبة لصادرات القمح الروسية والحبوب بشكل عام 37 مليون طون روسيا ستصدر هذا العام وفي عام 2023 مستعدة لتصدير 50 مليون طون ولا تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية لكن موضوع الحبوب الأوكرانية مسألة حق يراد بها باطل ترجمة نانسي قنقر